السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن تحدثنا في حلقات سابقة عن ترتيب نزول القرآن الكريم نريد ان نعيش في رحاب التنزيل كل يوم نختار سورة او مقطع من سورة بحسب ما نزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن اول النزول وكان تفسيرا لسورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم جاء التنزيل بعد اقرأ او العلق من سورة المدثر يا ايها المدثر قم فاندر ثم بعد ذلك جاء تنزيل سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليلة الا قليلا هكذا كان القرآن الكريم ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة سورة واذا شاء ربنا وسهل علينا الطريق سوف نمضي في هذا المسلك كل يوم نأتي بسورة حسب الترتيب النزول نعيش مع القرآن العظيم سورة سورة وكأننا نعيش في عهد الصحابة المكرمين نعيش في عهد التنزيل في ذلك العهد النوراني الرباني مع ذلك الجيل القرآني الفريد اليوم نتحدث عن تأملات في سورة القلم وهي من أوائل ما نزل هكذا وقع الترتيب العلق المدثر المزمل والقلم ماذا جاء في سورة القلم وما هي الرسالة التي يريد الخطاب العلوي من السماء أن يلقيه إلى عباد الله فوق الأرض من الإنس والجن يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة القلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنين أن كان دامال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم هذا المقطع الأول من سورة القلم وهي طويلة من أوائل ما نزل على قلب النبي الكريم منه من قال هي الثاني في التنزيل لكن يبدو أنها نزلت بعد أن يحتدم الصراع ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر لما وصل الصراع أوجه ما بين المسلمين والمشركين وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو المستهدف ما هي الرسائل التي تتضمنها هذه الصورة؟ إنها تؤرخ لمرحلة مهمة من الدعوة الإسلامية لما كان الدين غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء الكلام الذي نناقشه اليوم لا يقول قائل بأنه قديم وما حاجتنا إليه وحياتنا المعاصرة مليئة بالأزمات والمشاكل والاضطرابات بماذا يفيدنا؟ هذا الكلام القديم نقول إن القرآن العظيم ليس بقديم القرآن الكريم محدة كما قال الله تعالى ما يتيهم من ذكر من ربهم محدة يعني في الحداثة هو يواكب الأحداثة كلها إلى قيام الساعة خطاب متجدد فإذا رجعنا إلى الوراء خمسة عشر قرنا من الزمن جاءت هذه الصورة أول ما بدأ الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون الله تكلم عن القسم هذا قسم نون ربنا يقسم بالنون ما هو النون؟ قيل نون هو من الحروف المقطعة أو الحروف الأبجدية التي جاءت في بداية الصور لها دلالات كثيرة ذكرها العلماء لكن لا دائل كي نخوض فيها باختصار منه من قال بأن النون هي اسم لدوات يعني المادة التي نستعمل فيها الحبر لكي نكتب بالقلم لأن نسب أن يقول نون والقلم وما يسترون من من قال بأن نون مقصد به حوت عظيم حوت خلقه الله سبحانه وتعالى سيكون له سبب في أحداث يوم القيامة ويروى في الحديث الصحيح أن عبدالله بن سلام لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جمع المنافقين والمشركين وقال لهم إذا أردتم أن تمتحنوا محمدا فاسألوه عن أربعة أشياء أخبروه عن أول علامة الساعة وأخبروه عن كبد الحوت وأخبروه لما ينزع ماء الرجل ما الذي يقع ولما ينزع ماء المرأة ما الذي يقع فلما سألوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال لقد أخبرني كل ذلك به جبريل آنفا فقال ابن سلام جبريل عدو الملائكة من اليهود لأن اليهود كانوا يقرهون جبريل لماذا لأنهم قالوا بأنه أخطأ في الرسالة كان أن ينزل الرسالة على أحد من بني إسرائيل وليس على العرب فقال لهم أول أشرط الساعة وهي أن النار تأتي من المشرق تحشرهم إلى المغرب هذا من أول أشرط الساعة يوم القيامة نار مثل صنامي هناك رياح وعواصف وكوالد تأتي من المشرق في اتجاه المغرب تسوقهم ليس مياه وليس عواصف بل نار محرقة والعياد بالله هذه من أشرط الساعة وأول علامة الساعة وقال بأن الحوت الذي تكلمه كبد الحوت هو كبد الحوت الذي سوف أول طعام أهل الجنة أول طعام أهل الجنة لما يدخلون إلى جنتهم وربنا سبحانه وتعالى يرحم بهم أول أكلة في ضيافة الرحمن الله ما جعلنا منهم يا كريم أول أكلة أن أهل الجنة يأكلون من كبد الحوت وربنا سبحانه وتعالى بما يلق بجلاله وكماله هو الذي سوف يطبخ طعام هذا الحوت فأخبرهم بذلك ثم قال الولد إذا نزع الرجل يأتي الذكر وإذا نزعت المرة تأتي أمتع كلام طويل المقصود عندنا نون يعني حوت وقد نسب ذلك أن في ختام الصورة ربنا عز وجل سيتكلم عن صاحب الحوت لهو يونس عليه السلام لما قال ربنا عز وجل ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لو لا أن تدركه نعمة من ربه لنبدأ بالعراء وهو مذموم فنسب أن يكون ذلك النون معناه الحوت لكن علماء التفسير يخلقون المناسب فيقولون المقصود بنون هي الدوات الآلة أو الأداة التي فيها المداد نون والقلم وما يسترون ربنا يقسم بالقلم ما هو القلم؟ هو قلم القدرة الله تعالى عنده قلم القدرة أول ما خلق الله في الوجود القلم فقال يا قلم أكتب قال يا رب وماذا أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد فربنا يقسم بهذا القلم الذي كتب كل شيء كل شيء حتى إنه كتب ذبيب النمنة السوداء في الليلة الظلماء على السخرة الصلضاء كل شيء مكتوب مثل الكاميرا تشجل كل شيء صوتا وبصرا وحسا ورائحة والقلم وما يسترون من هؤلاء هم الملائكة المكلفين بالكتابة يعني يا عباد الله ربنا يريد أن يقول لنا احذروا كل شيء عندكم مكتوب كل شيء مسطر أعمالكم أحصيها عليكم أقوالكم مواقفكم كلها محصة عليكم احذروا ليس هناك لعب أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وخصوصا الذين يحاربون الدين الإنسان إذا وقع في خطأ وإذا وقع في تجاوز إن شاء الله يستغفر مولانا فيغفر له لكن من أعظم الدنوب هم من يحاربون الدعوة ويحاربون الدين ويحاربون أهل الإيمان هذا أخطر دمد نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سيدنا النبي أكتر عليه اللوم والعتاب وقالوا يا محمد إنك مجنون إنك تهذي هذا الكلام الذي تقوله ربما إنه مس من الجن لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي من السماء كان يرتعد وكان يتصفض عرقا وكان يغليك المرجل فقالوا إن به مس وصرع وإنه مجنون فربنا ينفع عنه ذلك ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون يا محمد إنك تتحمل مشقة كبيرة أكثر من الناس كلهم هذا القرآن ثقيل والدعوة فيها مسؤوليات وأعباء إذن لك أجر عظيم هذا الأجر غير ممنون أي غير مقطوع سيبقى متواصلا إلى قيام الساعة ومن قيام الساعة إلى خلود الأبدي يا محمد لتقلك إنك من الفائزين وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ربنا يزكيه هذا الخطاب العلوي من السماء يزكي سيدنا النبي هذا الراعي الذي رعى الغنم هذا اليتيم هذا الفقير الذي كلفه الله تعالى بالرسالة وتكالب عليه كفار قريش اجتمعوا في ناديهم الكبراء والسياسيون ورجال المال والأعمال وأصحاب الرأي كلهم اجتمعوا في ناديهم في برلمانهم أندك وكلهم اتفقوا على محاربتهم ونعتوه بأسوأ النعوت لكن ربنا عز وجل يزكيه قال له وإنك لعلى خلق عظيم وفي قراءة وإنك لعلى خلق عظيم يعني على أخلاق الله يا محمد إنك على أخلاق الله ربنا عز وجل أمره بأن يتخلق بأخلاق الله فقال له وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أو كما قال الله عز وجل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بعتنك إلا رحمة للعالمين في عدة إشارات قرآنية ربنا يزكيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فربنا يزكيه أخلاق النبي أعظم أخلاق أعظم أخلاق في الوجود هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمن عائشة رضي الله عنها كانت لما سألوها ما أخلاق النبي قالت لهم هل تقرأون القرآن قالوا نعم قالت فإن خلقه كان القرآن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على قدميه وتحكي وتبكي تقول مرة أمنا حفصة رضي الله عنه سنعت طعاما فغارت عائشة قالت فسنعت طعام وقلت للجارية ادفعي قصعة حفصة وقدمي قصعتي فلما فعلت الجارية تكسرت قصعة حفصة وكانوا ينتظرون رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل سيغضب هل سيقول كلاما جارحا لكنه تبسم وقال غارت أمكم عائشة وجمع القصعة وجمع الطعام ولم يقل أي شيء وظل مبتسما أخلاق عالية هناك من إذا تصرع مع زوجته ربما قد يدخل في صراع وفي شتم وفي رفع الصوت لكن النبي الكريم حتى في أصعب المواقف كان يظل مبتسما ولا يقول أي شيء وهذا شهد به الكثير من الصحابة حتى أنس ابن مالك الذي كان يخدمه في البيت قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هل فعلته ولكن كان إذا لم يعجبوا شيء يقول ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن أخلاق عظيمة أخلاق كريمة وهذا الأخلاق كانت حتى في الجاهلية كانوا يلقبونه بالصادق الأمين وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعطونه الودائع وتبقى عنده حتى في الهجرة لما هاجر كلف سيدنا علي بن أبي طالب بأن يرد الودائع إلى أهلها من المشركين ولم يخدعهم ولم يخنهم وكان دوما على هذه الأخلاق الكريمة فشهد الله الله من أعلى سماوات فقال وإنك لعلى خلق عظيم فستبسر ويبسرون بأيكم المفتون الله تعالى يتوعد هؤلاء المشركين المكذبين انتظروا سوف ترون من الذي هو المفتون الذي ينشر الفتن هل محمد ينشر الفتن هل أنه يفرق بين الأبي وابنه وبين الزوج وزوجها بقوة الإيمان أم أنتم يا من تنشرون عقائد فاسدة وتنشرود سلوكات منحرفة وتقنعون الناس بها أنتم الذين تنشرون الفتنة فستبسر ويبسرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين المشركون والكفار يضلون يزمرون ويطبلون بأنهم هم على حق وكلمة هي العليا وأن المسلمين أفكارهم باطلة وأساطر الأولين لكن الله تعالى هو الفصل وهو الحكم إن ربك هو أعلم هو العليم أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هو الذي يعلم السر وحقائق الأشياء ودواخل النفوس ثم قال ربنا عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون الفرق الأولى من المشركين كانوا يهاجمونه صلى الله عليه وسلم ويرفضون دعوته وكانوا يحشرون جميع الاتهامات الباطلة ضده لكن فرق أخرى من المشركين أقل درجة هؤلاء لم يكنوا يتهجمون بل كانوا يداهنون يا محمد تعالى اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة يا محمد ما في مشكلة أن يشرب الإنسان قدحا من الخمر وأن يتعامل بدراهم معدودات من الربا يا محمد هذه أمور أساسية وإضطرارية في المجتمع يداهنون ديبلوماسيون فربنا عز وجل يقول فلا تطعهم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون المداهنة يعني تغيير الآراء باللطف ثم يقول ربنا عز وجل إياك يا محمد أن تتبعهم في آرائهم أتبت على الموقف أصمد ولا تخشى لا الفقر ولا القلة فإن معك ننصرك ونرزقك إلى أن قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز بشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنين أن كان دامال وبنين إذا تتلع عليه آياتنا قال أساطير الأول سنسيموها الخرطوم ربنا هنا حشرة مجموعة من الصفات الذميمة من يقصد هنا هو تكلم عن هذه الصفات أولها قال لا تطع كل حلاف مهين الذي يقتل الحلف هناك بعض الناس دائما يقسم بالله ويقسم بوجوده والكفار كانوا يقسمون بالآلهة حلافين دائما الحلف إذا باع والشراء يحلف إذا تعامل معامل ملياء يحلف إذا تأخر عن الموعد يحلف هذا حلاف ومهين لأنه يحلف بغير الله أو إذا أقسم بالله تعالى لا يعظم الشعائره هماز الهماز هو المعيب الذي يعيب تحجم عجبة فلان كلامه ساقط فلانة ملعونة هذه الجهة تأكل أموال نسب البطل هذه الجهة خلقت أزمة في البلاد لا يعجبه أي شيء دائما ينتقد ودائما يسب ولا تجد في كلامه لا تقدير ولا احترام هكذا مطبوع على النقد اللادع هذا هو الهماز ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مشاء بنميم أنه يكسر النميمة والغيبة دائما يسير بين الناس قال فلان هداء وقال فلان كداء يمشي بين الناس بالقيل والقال ليفسد الودة فيما بينهم ويخلق العداوة والبغضاء فيما بينهم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مناع للخير إلى قمشي مبادرة للخير بعض الناس يتعاونوا على فعل الخير على بناء مسجد على بناء مدرسة على واحد مشروع خيري دائما يعتارد لا ينبغي أن نفعل هناك عقبات هناك مشائك نساعد الفقراء لا يستحقون فإنهم كده وكده دائما يمنع الخير مناع للخير معتد أثيم معتد ملكي تتعامل معاشي ناس كي تتعدى إلى تتي مسؤولية كي يعود كابران كي يعود رئيس كي يعود مسؤول يتعدى من الصباح كي يبدأ معهم معاش دخلتي معاش خرجتي أجدرتي على شك دائما اعتداءات اعتداءات كلام فج وكلام قارس وقاسي معتد أثيم أثيم يعني بسرعة يقع في الإتم إذا وكان هناك إتم جلس في شرب الخمر أو نادي للصهر الليلي هو دائما يقع في الآتام ولا يهمه عطل بعد ذلك زنيم العطل العطل ما كي يزقاش عطل هو الشخص اللي هو مضاد إذا دخلت ما في الحوار بالتي أحسن دائما هو يرفض دائما هو متعنت ما عنده قنوات للتواصل ما عنده فكر ديبلوماسي ما عنده فكرة وسطية معتدلة نلتقي عليها حتى يبقى الجمع الشمع المجموع هو عطل يرفض ويتعنت ويتمسك برأيه ولو كان خاطئا عطل بعد ذلك زنيم بعد ذلك زنيم ما معناها يعني دي أخلاقه حاشا أن يكون أخلاقه ولد عائلة حاشا يكون أخلاقه ولد أناس اللي هم تزوجوا على سنة الله ورسوله وكان فراشهم طاهر أكيد دي أخلاق أخلاقوا أبناء الزنا والعياد بالله لأن لو كان من أهل الصلاح ولد عائلة ولد الأصل ربنا حينما يذكر هذه الأوصف زاد هذه الكلمة هذه لأن أولاد الأصل أولاد الخير ما يجمع فيهم كل هذه المساوئ عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنيم ربي زاد الفضل أعطى الله المال وعطى الله البنيم فعوض أن يشكر بهذا الخير اللي أعطاه مولانا يتفاخر على الخلق بماله عنده تروات كثيرة عنده شركات عنده عقارات عنده أسهم أرصد بنكية دمال وبنين عنده الأولاد وعنده الكتف عمر إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين من لك تقرأي القرآن العظيم وتقولي قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا كلام قديم كلام أكل عليه الدهر وشرب هذا كلام في عهد عهد الجمل والناقة نحن الآن في عهد الذرة والمجرة والصواريخ العابر القارات وتتحدثني عن كلام بديء أساطير الأولين هو دائما هو الحداتي هو العقلاني هو المتطور ويرفض الدين مع أن كلام الله تعالى هو كلام رب العالمين لا يوصف بأنه أساطير أولين أو أنه قديم بل دائما يتجاوب مع مع الأحداث والوقائع إلى قيام الساعة دوما متجدد إلى أن قال الله في الأخير سنسمه على الخرطوم يعني اللي فيها صفة كلها رب العضي نعطيه وحد العلامة يوم القيامة يوم القيامة ستكون علامته ماذا سنسمه على الخرطوم الخرطوم هو الأنف الأنف عند العرب هو رمز للكبرية نقول الأنف نقول جدع أنفه أو نقول رغم أنفه أو نقول وضع أنفه في التراب فالأنف عند العرب قيمة كبيرة حتى هنا بعض دول عربية في السلام يتصفحون بالأنوف فربنا عز وجل يقول يوم القيامة سنسيمه على الخرطوم ما معنا سنسيمه قد إلا الله علامة وحد الميسم على أنفه وقال العلماء سيكون مثل الخنزير ورد فيه بعد الأحاديث النبوية لما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما علامة هذا الميسم قال سيجدع الله أنفه ويطرحه حتى يصير مثل الخنزير أنفه أنف خنزير والعياد بالله هذه الصفات وكأن ربنا عز وجل يقول يا محمد إن هؤلاء الذين يعترضون دعوتك هؤلاء الذين يرفضون كلمة الله هؤلاء الذين يعدبون أهل الإيمان إنهم يتصفون بهذه الصفات إياك أن تطيعهم إياك أن تتواضع إليهم خليك دائما في عزة وخليك دائما في كرامة وخليك دائما في تكون تكونه أبيا وقيل بأن هذه الأوصاف لما نزلت اجتمع كفار قريش في نديهم فقالوا من يقصد محمد من يقصد بهذه الأوصاف فالقعوا بأن كل واحد من المشركين المحارب للدعوة في أربعة خمسة ستادي الأوصاف إلا واحد لهو الوليد ابن المغيرة في تمينية والأوصاف في تسعة فقال يا الوليد ابن المغيرة لك في هذه الأوصاف كلها خصوصا أن كان ذا مال وبنين لأنك كان عنده أمال كثير وعنده عشر من الأولاد وكان كنات القرآن والدين الإسلامي بأنه أساطر الأولين قالوا لعله فيك فلما التمس الأوصاف لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم غريب قال أوصاف تسعة تمينية فيه والتسعة ما عرفهاش زنيم يعني ابن زنا ابن غير شرعي فبدأ الشك يساوره فذهب عند أمه وجدها في البيت تكنس فحمل سيفه وقال أمه أصدقيني القول من هو أبي فقالت له ويحك ما هذا الكلام قال لقد أنزل على محمد ابن عبد الله اليوم وحي فيه تسعة أوصاف تمانية كلها فيه إلا التاسعة وهي كلمة زنيم فقالت له ويحك أصبعت أآمنت بمحمد قال محمد لا يكذب أصدقيني القول وإلا ضربت رأسك بهذا السيف فلما هدد أمه خافت وقالت يا ابني فعلا إنك لست ابنا شرعيا إنك ابن زنى قال ماذا تقولين قالت أي نعم أبوك كان رجل كان رجل عنده مال وفير ولم يكن يلد ما كان عنده قدرة على الإنجاب فخشيت إن ميت أن المال يأتي يأخذه بان عمومتك فمكنت نفسي من الراعي فأنت ابن ذلك الراعي فوجد راعي هناك مسن صار مسنا وبالي التياب قد ذاك هو أبوك الحقيقي أنت ابن زنى أما أبوك المتبنف وقد أخذت اسمه فإذا به يخر من الحزن ومن الرعب أن كلاما الله تعالى حق ولا لا يتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه هكذا تكلم ربنا عز وجل في المطلع الأول من هذه الآية ثم تكلم عن أشياء أخرى تكلم عن عن أصحاب الجنة لعنده وحد المستنع عظيم لكي يقارن بينهم وما بين أهل قريش هؤلاء الأثرياء الإن أعطان الله المال والجاه ثم يظلمون محمد وأصحابه لأنهم فقراء ومساكين نتحدث عن إن شاء الله تعالى في حلقة الغد بإذن الله الواحد الأحد وما نستفيده من هذه السورة في مقطعه الأول هو دعوة من الله تعالى لطلب العلم نون والقلم وما يسترون ربنا يقسم بالقلم لكي يؤكد لنا بأن العلم فريضة إسلامية والقلم والدوات هم وسائل لطلب العلم فعلى أمة إقرأ أن تقرأ ثم فيها تزقية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن جميع التهم التي يلفقونها له باطلة وبالتالي جميع أهد الله الدعاة والمصلحين عبر التاريخ سوف يجدون نفس الاتهامات ما عليهم أن ينتبهوا لذي الكلام لا ينتبهوا ربنا يزكيهم كما زك نبيه وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم وأيضا فيه بأن أهل الضلال والمكذبين حياتهم قصيرة ومآلهم إلى البوار بجهادة القرآن العظيم هناك خز في الدنيا وخز في الآخرة ثم نستفيد من الآية دعوة إلى التوبة وتصحيح الموقف مع الخالق سبحانه وتعالى لأن رب سوف يتكلم يقول دعني معهم يعني أي محمد المعركة ليس بينك وبينهم المعركة بيني وبينهم يعني بين الله تعالى وبينهم وكل هذه الأمور سوف نتعرف عليها في حلقة الغد بإذن الله تعالى وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله además feito �� Antes لنستمر بن ألوان اللقاء لا تنسوا للشد